في خبر هام يخص تصحيح الإنجليزي ورد اللجنة الفنية لوضع الامتحان الخبر بيقول ردت اللجنة الفنية لوضع الامتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أضع طلاب السنوية العامة الخميس الماضي على كافة النقاط التي أصارت الجدل بين الطلاب على السوشيال ميديا بعد الامتحان حيث قالت اللجنة الفنية لوضع الامتحان إن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية من الطبيعة أن تجد تلك القطع كلمتين أو سلاس من خارج المنهاج مؤكدة أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب والتي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل ده ماشي أهم حاجة بقى اللي جاي وأكدت اللجنة الفنية لوضع الامتحان أنها تناقشت مع مشرفين وعموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان والتي منها سؤال القطعة أو البسج وكرت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي نشرت عام 2012 وتم إجراء تعديلات واختصارات عليه بما يتوافق مع معايير وموصفات الامتحان فضلا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها وغيروا الأسئلة رابط الموقع اللي هو مدينو اللي هو طبعا يو دي اي تي اي اس تي اس فور امي اي دوت كوم باسج وطبعا ايش تي امي ايل ده ده رابط الموقع اللي هي كان الدولي اللي كان نشر القطعة دي وما عدله عليها وأنا طبعا ضد كده الصراع كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص طبعا سؤال بقى الخاص بالبكابلر اندي استراكيشارد بشأن إجابة سؤال اريليابل هي كلمة اريليابل برضو تناقشت فيها واجهات اللجنة أن الإجابة صحيحة اللي هي اريليابل ليه وفقا للقاعدة التي نصها على ان ال اي ار دي منها اري Pani Curlоль واوضحت انا الكلمة استضم في اللاغ الانجليزية بنفسي معنى كلمة انريليابل يعني عاوز اقول ان الإر web يعني وهي حاجة اصدار في الانجليزية في الأنجليزة أصدار به يستطيع ان تضحط كده بالكلمة وال;; فاو اواوز يقول ان المعنى كلمة اريليابل واضغ إن او خيائة الخارج علمتم وطعم يعني قصده لا يمكن الاعتماد عليها وطم عرض ذلك في اكثر من قموس وطم مناقشك سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف مفيش عليها خلاف بدير بالذكر ان المكرر ان تبدأ عمل تقدير امتحان اللغة الانجليزية في كنترولات السنوية العامة يوم الاسنين المقبل الـ 29 يونيو 2020 طبعا اجلوها طبعا عشان النقاش ده ان شاء الله ممكن تبدأ يوم الاتنين كان مفروض الحد هتبدأ يوم الاتنين فهم اتناقشوا في حتة الريلابل دي واتناقشوا في حتة اسئلة القطعة بس ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه مرونة في التصحيح بس ده كان مرد اللجنة الفانية لكن ان شاء الله هتجيلهم تعليمات ان الحاجات دي كلها لازم تتعامل معاملة ان طالما فيها اختلاف طبعا ايه هيكون هجيلهم تعليمات طبعا من رئيس الانجليزية السنوية العامة ان شاء الله وفي نفس الوقت طبعا حتة انها جات من موقع دولي دي برضو وحتة مش كويسة للطلبة انت دلوقتي تجيب موقع دولي مسلا من طلب السنوية العامة دي برضو يبقى صعبة جدا على الطلبة